اهلا بكم عودة من جديد لعشرة صبح في الاهلي ويقولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة عايزين بقى نتكلم في تفاصيل العكننة تفاصيل اللي وصلنا لحالة الحزن الجماعية اللي اصابت الشعب المصري كاملا نتيجة الانتهت اليه الامور احنا الى حد ما كنا ماشيين بشكل معقول انا مش بكلم بقى على اللقاء الامس بصفة خاصة انا بكلم في مشوارنا بشكل عام لكن في نهاية المطاف ايه اللي تحقق لو حنتكلم على سعيد المتخب احنا خرجنا من امم افريقيا خرجنا من الفصيات المؤهلة لكاس العالم طلعنا رابع الوطولة العربية فاعتقد كل التفاصيل دي محتاجة ان احنا نقشها واكيد هنعمل سترس بصفة خاصة على لقاء الامس طبعا سعداء لوجود كابتن نهاب جلال ودارة حراس المرمى طبعا للسابق اللي بنسعد بوجوده معنا في البرنامج صباحك والعليم صباح خير صباح خير وكان نفسينا نبقى فرحانيين واننا مبسوطيين وكل الكلام ده بس خلاص خلينا بقى نتكلم في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي كابتن نهاب يعني مبارح احنا كنا قبل المباراة عندنا امل بس كان فيه تخوف طبعا ولكن احنا شفنا برضو كأداء مش هقول كلم عن نتيجة دلوقتي كأداء في الشروط الاول تحديدا سيء جدا احنا قلنا ان احنا هندخل يعني اه ممكن نكون بندفع اكتر ولكن برضو الروح موجودة فيه تخوف كان ظاهر جدا عند كيراش وفكرة التشكيل كنت متوقع ده اصلا ولا لا بس طبعا طبعا هرد لك المتخب المصري طبعا كنا نفسينا طبعا نفرح كنا نفسينا كان الجمهور ده يفرح نفسينا نروح كسر العالم طبعا ده شيء كان رائع انما هي القرى كده انما انا عايز اقول ان مش هكلم عن المباراة في الاول حاجة بس نتكلم على قبل بداية المباراة او من وصول البعثة المتخب مصر الى مطار دكار اللي حصل انا بس يعني انا بس زعلان من حاجة واحدة ان الشعب السنغالي شعب محترم يعني شعب فيه من الطيابة من قريب للشعب المصري شوية الاجواء اللي حصلت انا استغربتها صادمة صادمة جدا بالذات من الشعب السنغالي الشعب السنغالي والشعب المالي شعوب راقية كده شعوب جميلة وناس طيبة جدا انما اللي حصل في بداية المطار في الاجواء اللي هي الليزر يعني يعني الليزر كتير جدا جدا انا مش عارف ده يعني ازاي الناس دي كانت بستعمل الليزر ده مع يعني وده خطر جدا بالنسبة لما بيجي في الوش او في العين لا ومتعمد في العين وقت تسديد الرقلات ووقت اللعب يعني ما مش كده والاجواء والشحن الزايد جدا اه انت ممكن عايز تكسب بس اكسب بروح رياضية بلعب كورة انما انا شاف المباراة بها راح اتلعبت بكورة وحيال تانية غير غير كورة القدم كتير جدا كل اشكال التشتيت بما فيها الاضاءة اللي كانت في الملعب القلبة الملعب ديسكو تاكل لحظة كده لا ينفعش شكل التليفزيون هو اللي فيه حاجة مش مصبوطة لا لا هو طبعا لسات جديد فعملين اضواء وحاجات كده ولعب بس ما ينفعش في مباراة تأهلك على كاس عالم ما ينفعش الكلام ده جماعة احنا ما بنلعبش مباراة ودعية في اللحظات اللي كل فريق كان قاعد كلهم ملفوفين اللي عيبة حوالين بعضهم قبل ما ينطلق بقى دربات الجزاء ده غلط جدا لان المدرب نازم يقول الحنعب ازاي حن غير الخطة ازاي حن نازم كلم العيمة يعني الاضواء دي كانت يعني غير مقبولة يعني ونقدر نقول يا كمتن ايهاب ان برضو التفصيلة بتاعة ساد يوماني محمد صراح مزودة الغل شوية طبعا ده اكيد جدا يعني هو ده المشكلة ان الاتنين بالعوف نادي واحد اللي تنبي نفسه على الميني باستار وطبعا وصراح طبعا معادي كتير انما طبعا الشعب السرغالي عاوز طبعا ابن بلده طبيعي جدا بس الحاجات اللي حصلت غير كرة القدم ده اللي الواحد لازم يتوقف عندها الاتحاد المصر تقبعت شكوى للاتحاد الفيفا طبعا كل ده مش هيغير حاجة من النتيجة انما هيغير اه ممكن خصم الفلوس كل ده كلام ملوش اي لازمة انما احنا عايزين نقول ان الحلم بتاعنا كان بيزداد كل يوم ويلغا طبعا ما نوصل للمباراة نهاية عشان نوصل لكسر العالم وهو ده اللي زعل الناس كتير جدا انما عايزة اقول هيا دي كرة القدم انما كنا نفسنا طبعا ان في اجيال من اللعيبة دي اللي موجودة مش هتحصل كسر العالم اللي بعيد فده كان نفسهم او حلمهم ان هما يلعبوا كسر العالم دوت وده شيء طبعا يعني وارد جدا بالنسبة لأي لعيب انما عايزة اقول المباراة كانت بتاخد يعني مقاطع من الدقايق يعني شوية المتخب مصري مش كويس شوية كويس شوية عالي شوية نزل فهي دي دي نقطة اولا الامانة كان معظم الوقت مش كويس لغاية لما زيزه نزل لغاية لما زيزه نزل وبداية الشوت التاني ابتدنا نمسك برضو كورة شوية لمدة 20 حاجة و20 دقيقة حاجة قابل زبط كده انما عايزة اقول ان طبعا الشحن الكبير جدا بالنسبة للجماهير او الشحن بالنسبة للشعب السنغالي بالنسبة للمباراة دي تحديدا لانهي دي المصير اللي هيروح ولا مش هيروح فطبعا كانت مؤثرة جدا انا من وجهة نظري انا مؤثرة جدا على اللعيب وعلى الجهاز وعلى كل البعثة اللي موجودة هناك وطبعا غير مقبول اللي هو حصل هناك ده بالذات من الشعب السنغالي لو من اي شعب تاني او من اي حتة تاني ممكن نقول اوكي انما الشعب السنغالي بالذات انا اعرفه كويس الشعب السنغالي شعب طيب جدا جدا كمان يعني انما اللي حصل بالنسبة للمباراة غير مقبول وهم كذبوا بالمباراة وبقى حيلات تانية خالص بعيدة عن كرة القدمية طيب فيه كرات ضاعت من صلاح ومن زيزو وكان مش متوقع ابدا هل ده راجع لسوق توفيق ولا راجع لضغوطات يعني خلينا برضو نحاول نفهم السبب لان ده مهم ده بس سواء اللعيب الكبار زي صلاح او زيزو المهم مما يعني المشكلة عندهم ما يتأثروش بالضغط قوي يعني اللي يتأثر يعني واحد يتأثر مثلا لو لعيب صغير لعيب ما عندوش خبرات كبيرة بس انا شايف لعبت المنتخب كلهم كان عندهم موضوع غريب بالذات فحالة صلاح وزيزو لا ضربات الجزاء انا استغربت جدا بس برضو هنقول الليزر مش الليزر ده حاجة تانية انما يعني اتنين من احسن ناس بيشوتوا ضربات جزاء في منتخب مصد يضيعوا لا فيه شيء غريب وحاجة غير مسبوقة يعني زيزو كمان ما بيضيعش غريبة جدا لا زيزو ما بيضيعش وبينعبها كويس وبينعبها حلو جدا يعني من احسن الشيطات في ضربات الجزاء في مصر كلها زيزو بيشوتها بصراحة يقول لي واللي عليه انما انها تضيع مبارح وصلاحي ضيع يعني شيء غريب جدا شيء غريب وكمان هم اللي ضيعوا الاول يعني احسن واحد برضو عندهم كله بالي ده بيشوتوا برضو بالناس بيشوت كويس ضيعوا عندك فرصة صلاحي ضيعوا التانين ضيعوا زيزو ضيعوا في حاجة غير معروفة او ربنا بقى هو مش رايد ان احنا نروح كسعالم او كده انما ان عازة بس اقول ايه ان الجهاز الفني او كيروش او المسؤولين عن المباراة وصلونا لحاجة طبعا فرصة نغال فرقة قوية جدا فاحنا ممكن من جرهاش في المباراة نفسها انما احنا وصلنا لضربات الجزاء وده شيء كويس يعني برضو تاكتيكس من المدرب كويس يعني ان هو يقدر يشوف المباراة ماشي ازاي ويقدر يبني عليها انا شايف من وجهة نظري انا ان كيروش عمل مباراة كويسة جدا بمعنى ان انت وصلك لحاجة انت ممكن في يدك تكسب انه مش عالف تكسب بالمباراة وده يخل فينا جون بدري جدا انما وصلك لحتة انك اتغلبش في المباراة واحد واثنين وثلاثة كيروش على كيروش فهو وصلك لحتة ان هي انك تلعى ضربات الجزاء وانت وحظك بقى برضو بمناسبة كيروش وطمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء بعيدا عن اللي هو قاله وقال انه خلاص بيعلن رحيله بس عموما قبل ما يقول الجملتين دول كانت القراء انقسمت بالفعل لنصين او تقدر تقول ايه تلتين وتلت التلت كان مع انه يستمر كيروش ويعيد بناء القوامل الفريق وانه خلاص اللي فد ده كله هو المفروض ان اخد من خلاله خبرات كافية يعرف كويس بقى قدرات كل لعب ومركزه ايه ووضع ايه وكلم من ده وبتاع والتلتين بيقول لك لا هو الرحيل ولا محالة وجلب مدرب اجنبي من الصنف الممتاز الفاخر او مدرب وطني محلي من الصنف يعني زي كابتن حساب حسن والالفئة دي من اللعيبة اللي عندهم او الاسماء اللي عندهم روح مبدئيا كفيلة بالنهاية تخلي اللعيبة هيكلوا النجيل بص بص كريم انا عايز اقول حاجة انت حجيبهم ده هتماشي المدرب اوكي ماشي طب حجيب مين وبرضو عاوز فترة انه يعرف اللعيبة ويعرف الدولي المصر ويعرف الافروكيا لازم تجيب مدرب يكون خسارنا فيها بطلتين تلات بالزبط كده يعني مش هيبقى في وقت انه خلاص انت حتخلص كاس العالم دوت هتبتدي في تصفات افروكيا الامم افروكيا الجاية فانت ما عندكش وقت انا من وقت نظري انا لازم يستمر كيروش وهو شايف دلوقتي هو اعلن الرحيل هو العهد بتاعه بيقول انه لو ما تأهلناش لكاس العالم هو ببقى التلقائي بيفسر لكن فكرة انه هو يتيدم التجديد لي او من عدمه ده اللي لسه انا عرفه ده من اتحاد الكوريين انه هو اعلن الرحيل بصفته انه هو اخر مطش دي انه هو ما وصلش لكاس العالم خلاص ده بالزبط انما اتحاد الكوري ممكن يكون لي رأي تاني ممكن يقول لك احنا يعني نجدد له انت شايف يا كابتني هذا والله بص انا من وقت نظري انا شايف ان انا راجل فني الراجل ده مدرب كويس والله بجد بس هو مشكلة المشكلة كلها انه كانت الكورونا ما حتى ما عماش مباريات ودية ما كانش فيه ولا مباريات ودية هو دخل على ليبيا دخل على على بطولة العربية على امم افريقيا على تصفات كاس العالم يعني ما كانش فيه انت عشان تلعب مباريات وتقول المدرب ده كويس لازم تلعب مباريات ودية كتير ويحضر كتير الراجل أنا شايف من وجهة نظر أنا أنه ما لعبش مباراته دا ما شافش حد هو كل اللي شافه من اللعيبة اللعيبة المحترفة واللعيبة اللي بتراها في الدولة المصري فقط لا يعني هو مصدوم هو بريء من أي تهمة ممكن تنسب إيديه ولا هو مشارك في الجريمة ولا وضعه إيه ما هو كمدرب هو يعني كل المنظومة مشاركة إنما أنا شايف أنه عشان تجيب مدرب يعني مثلا يعني عايز تجيب مدرب سوبر حتجيبه منين دلوقتي في الوقت اللي إحنا فيه ده والدولة شغال والدولات كلها شغالة يا إما واحد مش شغال حتجيبه وبرضو لازم حياخد فرصة وحياخد وقت هتبدأ بقى من جديد هتبدأ من جديد تاني إحنا مش عايزين نبدأ من جديد تاني إحنا عايزين نبتدي من آخر حاجة إحنا وقفنا عندها فأنا شايف إن من وجهة نظر أنا الراجل دا مدرب دا الأسلم يا كابتن إيهب يعني هل الأسلم في الحالة دي بصفة خاصة وطبعا المنطق العام بيقول إن إحنا نبتدي حيث انتهينا بالزبط لكن هل دا ممكن يتحقق يعني أني الأسبط إن إحنا نبتدي من حيث انتهينا ولا إن إحنا نبتدي من قول وجديد بس على نظافة ما هو على ما هنبتدي من قول وجديد إحنا ما عندناش وقت أنت عندك تفاصيلات أفريقيا أمم أفريقيا جاية خلاص يعني أنت يعني في الأيام الجاية دي طب مش دا ممكن يخلي الكفة بتاع المدرب الوطني اللي هو بقى مش محتاج وقت يتعرف على اللعيبة وعرفهم كويس قوي بكل تفاصيل مش دا ممكن يرجح الكفة دي بس مين على الساحة ممكن يقدر مدرب وطني يعني برضو دي برضو نقطة لازم نتعرف عليها مين الأنسب إنه يمسك منتخب مصر بعيد عن الأسامي بلاش الأسامي إنما إحنا ديوقتي في مين على الساحة يقدر يمسك الكفة منتخب مصر ويشتغل بيها بعيد عن الأسامي أنا يعني بصراحة أنا مش شايف حد يعني فيش اسم وطني واحد ممكن على الأقل يحقق نفسه يتحقق في عهد كيروش أنا اللي شافه مع كيروش بجد حاجاتك تجد حاجات كويسة يعني حاجات كويسة أنا شاف إنه دا مدرب كبير يعني انت برضو عشان تجيب مدرب لمنتخب مصر لازم يكون اسم كبير وأنا شاف كيروش بصراحة تاريخ كبير جدا بس لازم ندي الفرصة للداس ولازم عشان احنا بس زي ما عقلت حلقة هي مشكلتنا احنا جدا احنا مش عايزين نبتدي من الأول تاني هناخد فرصة تاني كتير جدا وهيبقى فيه مشكلة تاني دينا أنا عاوز أقول ديوقتي احنا انتهينا هنا الراجل موجود أنا من وجهة نظري أنا لازم يكمل أنا من وجهة نظري أنا بس اللي احنا شوفناها مبارح في التحاليل والناس اللي بتتكلم بيقولك احنا بقى لازم نشوف لازم ناس تكون متعلمة وناس تدرس طب الكلام ده موجود من زمان بس ما كانش يتحقق طيب كابتن كابتن ايهاب يعني هيبين خلال أيام قليلة جدا إيه اللي هيحدث من الاتحاد الاتحاد الكرة يعني وحنشوف القرار وأعتقد هيكون قرار مدروس نتمنى يكون قرار مدروس خلينا نروح مع حضرتك ليه الأهلي ومباراة الهلال السوداني ويوم الحد خلاص بتفصلنا تقريبا برضو أيام قليلة جدا وهتبقى مباراة مش هنوض نقول مباراة صعبة وصعبة بس مباراة مهمة طبعا فسريعا ان الوقت بيجري خايزين برضو نروح مع حضرتك ليه رؤيتك لهذه المباراة النادي الأهلي لازم المباراة دي لازم يكسبها أو على الأقل يتعادل عشان نخش الدور اللي لبعض فأنا شايف أن يعني معلش كتاريخ وكلعيبة وكأسامي الكفة لنا طبعا طبعا أكيد جدا أكيد جدا بس لازم برضو ناخد بمحمل الجدية المباراة يعني ده مباراة برضو مصيرية يعني مباراة مصيرية صحيح لازم تكسب أو على الأقل يتعادل بس أنا برضو أنا كلاعب في النادي الأهلي أو بشجع النادي الأهلي النادي الأهلي لازم يكسب يعني ما بنبصش نحن على التعادل نحن لازم نكسب فإن شاء الله يعني مباراة أنا شايف أن هي طبعا الجانب السوداني طبعا هيلعب بكل قوة لأنه برضو ممكن يكون عنده أمل برضو في حاجة زي كده إنما أنا شايف النادي الأهلي تاريخ كبير أفريقيا شرق أوسط يعني أنا عايز أقول التاريخ للنادي الأهلي هو اللي بيفصل عن الممباراة إنما أنا شايف النادي الأهلي إن شاء الله هتوصل للنادي الأهلي وإن شاء الله هنعدل دوني يا مسهد كبتليهاب نورتنا وأسعدتنا موجودة كأن نفسينا طبعا نلتقي في ظروف أسعد من كده بس إن شاء الله اللي جاي اللي جاي أفضل إن شاء الله نشمرك على وجودك معنا شكرا لك كبتليهاب هنطلع فاصل هنطلع فاصل بس خليني بس أنوه قبل ما هنروح الفاصل إن إحنا هنروح دلوقتي فاصل بعد كي هرجع مع حضراتكو عشان الفقرة المسجلة لأصحاب المواهب الرياضية والفنية من ذوي الملهمة اللي في النادي الأهلي في الأربع فروع بتاعنا كلهم اتجمعوا في أهلي مدينة نص وكان هذا التقرير يعني لحضراتكو هتشوفوا دلوقتي فاصل ونروح نكمل